من السادسة تحياتي لحضراتكم بداية حلقة جديدة تحية طبعاً لكل الأهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة وكلام في الجد لأن احنا في مرحلة جد الجد بداية من يوم الجمعة ثم مباشرة تطير بعثة النادي الأهلي للسعودية تحديداً يوم 11 لبداية مشوارنا في كاس العالم الحديث الحقيقة عن أزمات النادي الأهلي مش لقيله لا مبرر ولا معنى وبفتكر الحقيقة وأنا بتكلم الكلام ده مع حضراتكم أنه أغلب الكلام النهاردة اللي دار على الساحة الرئيضية يعني على وسائل التواصل ماشي على وسائل إعلام التقليدية ماشي وأنه النادي الأهلي بيعاني من أزمة وده كلام مش قادر أفهمه الحقيقة بفتكر دايماً بداية السيزن اللي فات الموسم الأخير ده لما الناس كلها قالت لك الأهلي مش هيتخطى دور المجموعات والأهلي مش هيفوز بلقب الدوري والأهلي والأهلي وكلام كله متسجل طبعاً والعاوزين نرجع له صوت وصورة نرجع له يعني إحنا ما نبصش في القديم وكل محاولات دايماً بأكد على الفكرة وعالمعنى كل محاولات التشكيك في النادي الأهلي سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي بنحطها تحت رجلين عشان نطلع لفوق وكلام بيتكرر السنة دي تاني وكأن ما فيش أزمات في الساحة الرياضية كلها عند كل الأندية وفي مقدمتهم الأندية اللي بتنافس الأهلي على كل ألقاب سواء محلية أو بتنافس على أقل أو عندها طموح على أقل تحقق لقب أفريقي محدش بتكلم على أزماتها رغم أن عندهم من الأزمات على كل المستويات فني وغير فني جوة الملعب وبرا الملعب لكن محدش بتكلم غير على أزمات النادي الأهلي رغم أن أنا مش شايف أزمة الحقيقة آه ممكن نبقى مش موفقين في المباراة ممكن نبقى مش موفقين على مستوى التهديف لكنها أبداً على الإطلاق ما كانتش أزمة ومش هتكون أزمة وقدرين إن شاء الله في اللي جاي نحن نثبت ده وأتمنى من رجالة الأهلي ترد في الملعب بداية من مطش شباب لزداد إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي مباراة مهمة جداً 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 بالنسبة لنا من حيث التوقيت قبل بطولة كاس العالم يهمنا جداً إن شاء الله بإذن الله على أقل معنوياً الفوز يدينا دفع قبل ما نروح للسعودية وعلى أقل على مستوى منافستنا على لقب دوري الأبطال نبقى متصدرين أو مفنشين الجزء الأول من دور المرحلة أولى من دور المجموعات في الصدارة وتبقى المشكلة كلها بين ميدياما وشباب لزداد وينج أفريكنز على كل الأحوال نطمن الأول خلينا نبدأ حلقات النهاردة نحن نطمن على السعادة النادي الأهلي في كلام على أن مستر كولر بيفكر في معسكر طويل شوية قبل مواجهة شباب لزداد في ملعب برج العرب تمام المعسكر يبقى 48 ساعة عايزين نطمن كمان على سكواد الأهلي اللعيبة اللي غابت اللعيبة اللي تعرضت لإصابات في مباراة يونج أفريكنز الأخيرة خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد نبدأ الحلقة بزيارة مقار النادي الأهلي في الجزيرة ومتابعة أخبار الفريق مع زميلنا كريم أحمد من هناك كريم سأل خير مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سمير كل التحاليك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي العظيم مباراة مهمة جدا بتنتظر النادي الأهلي والمرحلة أو المحطة الأخيرة قبل مشوارنا إن شاء الله بإذن الله في كاس العالم يهمنا نتعرف على آخر أخبار الفريق استعداداته لمباراة شباب بلوزداد ويهمها كمان نتطمن على الغيابات اللي كانت أو اللعيبة الأسماء اللي غابت عن مطشاط الأهلي الأخيرة وعن إصابة ياسر إبراهيم وفي مقدمة الأسماء كمان محمد عبد المنى يعني بالتأكيد طبعا التفنش قبل كاس العالم بفوز ده عمر مهم جدا ويا رب إن شاء الله بإذن الله لكون التوفيق معنا في مباراة غاية في الصعوبة كالعادة مع كل فرق الجزائرية الحقيقة ممكن فريق شباب بلوزداد فريق مميز وأي فريق بيقابل النادي الأهلي انت عارف زميل أحمد يعني بيطلع كل قوته بيلعب بكل القوة الكبيرة جدا أمام النادي الأهلي في البطولة الأفريقية التحديدة عشان كده إن شاء الله منستنيم لعبة النادي الأهلي كل التركيز وكل الجدية الكبيرة جدا في هذه المباراة قبل كأس العالم لكن بشكل عام لو بنطمن طبعا كل جمهورنا عندنا عدد من اللعبين فيه ناس بتجتهد بشكل كبير جدا بتتكلم على الإصابات إصابات بالطو يقولك إصابة مطولة إصابة شهر ونص الأمور دي الحقيقة يعني بنحسامها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي من خلال برنامج التريند من خلال برامج بشكل عام يعني أبدأ معاك الحقيقة من البداية وهو ياسر إبراهيم الحقيقة اللي بنأكد عودته وتواجده في مباراة الشباب بلسداد بنأكد هذا الأمر مع الجهاز الطبي بننطمن من هذه الأمور مع الجهاز الطبي ياسر نهاردة متواجد فيه التدريب هستمر إن شاء الله حتى يوم الخميس إن شاء الله يتوجه النادي الأهلي إلى الأسكندريا استعدادا لهذه المباراة فيشارك بكل جدية في خلال التدريبات القادمة الحقيقة منعم هو اللي يمكن يعني بنسبة كبيرة جدا هكون خارج مباراة الشباب بلسداد فيه تأني كبير جدا على منعم ويمكن نتكلمنا على هذا الأمر منعم التوال كاحل يعني يتعرض ليه أكتر من مرة ويمكن زي ما بنقول بالجدية الكبيرة وبالرجولة المعروفة عن محمد عبد المنعم فيه تأني عليه بشكل كبير السكواد للنادي الأهلي الحقيقة يمكن حاجة مميزة جدا أي حد يكون متواجد بيقدي المكان طبعا ويقدي عليه الزيادة لكن قيمة كبيرة الحقيقة منعم لكن محتاجينه في الرحلة الأصعب وفي الحلم الكبير في كاس العلم الأندية مش عايزين منعم يشارك في مباراة شباب بلسداد ويمكن هم شو سليم بنسبة كبيرة نخسره بشكل كبير جدا في فترة طويل عشان كده بنأكد كل هذه الأمور مودست أيضا كمان زي ما قلنا وبنأكد الضمة يعني عضلة حساسة جدا وبتحتاجها هدوء وتأني كبير جدا وكمان بتحتاج تدريجي بشكل كبير فيه العودة للتدريبات الجماعية فلكن زي ما احنا عارفين نهاردة حسم القائمة 23 نهاردة ويوم الاثنين الحسم القائمة النهائية في اجتماع يكون بعد انتهاء التدريب لحسم هذا الأمر يعني زي ما بنقول التفاصيل الصغيرة بيكون مهمة جدا الراجل مش هتكلم على الفني بس ان انت يكون لعب متواجد أو لا على قد ما يكون التأرير الطبي الشامل والكامل من الجهاز الطبي هل اللعب يقدر يكون متواجد هل اللعب ده عائد من الاصابة ممكن ياخد مباراة أو لا فكل الامور دي الحياة منتظرين تحسم بعد انتهاء أقل التدريب النهاردة ان شاء الله اللي بدأ التدريب كعدته بمحاضرة فنية في البداية استغرقت 25 دقيقة وجود الحياة الكابتن محمود الخطيب سريعا كده تواجد في الملعب مش هنقول يعني اتكلم مع العيبة على المستوى الفردي لكن كلامه بيكون يعني بشكل كامل مع العيبة النادي الاهلي للمرحلة القادمة وتحديدا مباراة شباب بالوزداد للي زي ما تقول يحمد ممكن تقول طبعا الفنش بيكون مهم جدا أداء ونتيجة ان شاء الله بإذن الله المجموعة أو دور المجموعات الحقيقة شكله غريب الحقيقة يعني من فترات كبيرة جدا مش هنش الوداد وقالنا هذا الأمر زيرو بوينت أيضا كمان النجم السحلي فيمكن يعني أربع نقاط مع للنادي الاهلي في سوق توفيف بعض الفرص في إهضار بعض الفرص منتظرين ان شاء الله بإذن الله نرجع من جديد ويكون ردنا في الملعب رسالتنا يكون مهمة جدا للجميع أن النادي الاهلي لتوقف كأس العالم إن شاء الله بإذن الله يكون كاعدته متصدر المجموعة ولكل حدث الحديث بعد كأس العالم عودة الصلاية أمر مهم جدا بنتطمن على كل اللعيبة الحمد لله الصلاية شارك يعني اللعيبة اللي بترجع وبتشارك خلال فترات ويكون بعيد جدا عليه وبتلعيب الأداء ده بيطمنها في شكل كبير جدا عشان كده الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا ولعباتنا أيضا كمان بتنفس كل البرامج التقلية والطبية على أعلى مستوى عشان كده عودتهم بتكون عودة حميدة فارب إن شاء الله بإذن الله ما نفقدش أي لعب خلال المرحلة القادمة وكل اللعيبة اللي غايبت عنها ترجع لي لما شئت الله وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل لليه نادي الأليسات في مباراة شباب الوزداد أو أيضا كمان في بطول الكأس العالمي أخيرا كريم بس عايز صمن على أكرم توفيق ومدى جاهزيته قبل مباراة شباب الوزداد يوم الجمعة يعني قدر أقولك أكرم توفيق إن شاء الله بادئ هذه المباراة ومتواجد فيها هذه المباراة زي ما بنقول يعني الروتيشن إجباري بالنسبة لمستر كولر في الضغط الكبير جدا للفترة القادمة وفيها المباراة أكرم اتطمنا عليه جاهزيته التامة موجودة بشارك فيها التدريبات إن شاء الله بإذن الله يكون مكسب وليه دور كبير كعادته إن شاء الله في مباراة شباب الوزداد يوم الجمعة على أستاذ برج العرب بمشيئة الله كان جات لي معلومة إنه في تفكير عن مستر مارسل كولر إنه يسافر اسكندرية بدري شوية معسكر يبقى ودته 48 ساعة على غير العادة قبل مواجهة شباب الوزداد عندك أي معلومات أو عندك تأكيد أو نفي للخبر يعني المعلومة طبعا بالنسبة لنا أن الصفر يكون يوم الخميس قبل المباراة 24 ساعة لكن يعني في بعض طبعا الأمور الخاصة بالجهاز الفني بالكامل إنه يكون في يوم زيادة شوية لكن الرجل معودنا يعني بيحاولش إنه يعني يطلع لعيب أو يركز يقول فيه تركيز بشكل كبير جدا 48 ساعة من 24 ساعة بتكون أمر مهم لكن زي ما بقولك النهاردة فيه اجتماع عقب قل تدريب أمور كثيرة جدا هتحدث طبعا وهتحصل إن شاء الله بإذن الله ممكن الصفر زي ما قلنا كهس العالم يعني الساعة ثلاثة عصرة إن شاء الله يوم حداشر فزي ما بقولك فيه ترتيبات عديدة جدا النهاردة كانت ببداية مجلس الإدارة فيارب إن شاء الله يعني للخير كله اللي عيب النادي الأهلي ويكون كل القرارات في صلاح النادي الأهلي إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زماننا العزيز كريم أحمد دي أخبار تمرينة الأهلي النهاردة وطميننا على ياسر ياسر معربيعة باستثناء لقطة الهدف طبعا يعني اللي سجلوا يعنج أفريكا إذا كان في إجمالا اللي عمل مباراك وياسة جدا وإذا كان الأهلي يستغل الفرص اللي أتيحت لي على مدار المباراة دي المشكلة الحقيقة دي المشكلة لو كنت بتتكلم في مشكلة حقيقة دي الحاجة اللي يمكن قلقى جماهير النادي الأهلي ما هيش أزمة وما هيش خص التعقدات ولا مهاجم يعني خلينا اتفق إنه غياب الفعالية الهجومية عند لعابة النادي الأهلي إنه المهاجم مش جاي يطلع نار بنبقه يعني حتى لو المهاجم ده موجود مش هيبقى هو الواحد المسؤول عن تسجيل أهداف بتعندك لعيبة كتيرة جدا وبص للموسم اللي فات سواء كان على مستوى بطول الدوري أبطال أفريقيا أو على مستوى الدوري المحلي عدد اللعيبة اللي سجلوا أهداف مهمة وحاسمة كتير جدا في النادي الأهلي كهرباء برستاو شحات منعم وغيرهم فبالتالي القصة مش قصة أسماء قصة قصة فعالية غابت عن الأهلي في المطشاط الأخيرة ظهرت بشكل كبير جدا في الدوري الأفريقي ظهرت على المستوى المحلي في مطشين الجونة واسموحة وظهرت في مباراة يانج أفريكنز الأخيرة نتمنى نتمنى ومش هيحصل أبدا ده بالضغط زيادة الضغط هيولي التوتر محتاجين نهدى شوية ندي الفريق فرصة يشم نفسه محتاجين ده وما قدامناش حل غير ده إن شاء الله بإذن الله شباب لزداد تبقى بداية انطلاقة بداية عودة للمستوى اللي احنا اتعودنا عليه مع النادي الأهلي ومن بعدها يبقى لنا ملف تاني تراح كاس العالم تقابل الأول يعني أولا كده بسم الله الرحمن الرحيم كريم بن زيمة نجلو كانت فابينيو حجازي اللي سمعت أنه جاهز وهيشارك وأعتقد أنه هيكون موجود في قائمة منتخب مصر كمان في بطولة أفريقيا لو قدرت تتعدي من دول فأنت هتقابل فيليبي ميلو هتقابل مارسلو هتقابل كينو طبعا فلومينينزي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس ولو هتديت من دول هتقابل بقى كتيبة جوارديولا وما أدرك مبارح اللي شاف طبعا يعني لو أنت بتتكلم على أزمات يبقى السيتي عنده أزمة لما يتعدل مع تشيلسي 4-4 ويتعدل مع ليفر 1-1 ويجي مبارح يتعدل مع تاترهام 3-3 في 3 مطشوات سيطرة تقريبا يعني تقريبا تقريبا يعني شيء من مطلق صحيح تاترهام كان ند أكتر من ند حقيقة يعني في مباراة مبارح لكن في النهاية بتتكلم عن 3 تعادلات متتالية أفقاده منشوستي سيتي صدرت البريمير لي لكن في النهاية انت رح لمستويات تانية خالص أقوى إذا كان عندك القدرة أنك توصل لمباراة النهائية تدخل على مرحلة هتواجه فيها أصعب 3 مطشوات على مستوى المنافس سيبك من اللقب وصيبك من البطولة بكلمك على سيزن كله الأهلي ما اعتقدش هيواجه فرق في نفس مستوى اتحاد جدة وإذا تخطناه في لومينز البرازيلي وإذا تخطناه غالبا يعني هيكون أو أكيد هيكون منشوستي سيتي الإنجليزي فبالتالي هي البطولة الأصعب على الإطلاق خلينا نروح لأهم أخبار الأهلي وتعالوا نشوف معنا إيه في الأهلي نيوز روم احنا مبارح كان في السادسة معنا السيد عبدالقادر شنيوني ده مدير الإعلام أو يعني مسؤول المنظومة الإعلامية في شباب لوزاد وكلمنا معاه شوية عن اللقاء وعن موقف شباب لوزاد في البطولة اللي الحقيقة يمكن بيصعب شوية من مواجهة يوم الجمعة صحيح هي على ملعبنا وفي وسط جماهيرنا اللي أتمنى الحقيقة أنها تكون يعني أين كانت الساعة اللي هيتم بتحددها 30 ألف أو ساعة كاملة ما عنديش رقم أو ما عندناش خبر يمكن أنا سألت قبل مطلع الهواء على طول لسه الأمر لم يحسب بعد لكن على آلة أدير أعتقد أنه هيكون مسموح بحضور 30 ألف من جماهير نادي الأهلي في ملعب بورج العرب أتمنى الثلاثين ألف يكونوا موجودين أتمنى لأنه قصة غياب الجماهير عن المدرجات في الفترة الأخيرة بقت بالنسبة لي علامة استفهام أنا لا عمري وأعتقد أن فيه كتير قوي زي أو فيه كتير هيتفق معي لا عمري شجعت الأهلي عشان لقب ولا عشان بطول مش عجع الأهلي لأنه بنتمي للكيان ده جملة وتفصيلا وفي أوقات كتير جدا تحملت مطبات صعبة يعني لو ما خدتكمش لبعيد قوي قبل مجيل ده قبل مجيل ده يوصل لأربعة نهائي في دوري الأبطال البطولة دي اللقب ده غاب عنا سبع سنين لا تغير موقفي من نادي الأهلي ولا تغير ولا نقص نقص مقدار حبي وانتبعي نادي الأهلي زره واحد فبالتالي الفكرة مش فكرة مستويات أداء مش فكرة تحقيق فوز مش فكرة ألقاب احنا في ظهر الأهلي وبنسنده زي ما بنقول دايما يعني على الحلوة وعالمرة معايا رغم أن أنا مع الناس دي مع اللعيبة دي مع الجيل ده مع فيلر مع موسيماني مع مارسل كولر مرة بصراحة يعني المرة الوحيدة اللي شفتها هو أن أنا كنت وصيف دوري أبطال أفريقيا في نسخة كنت أنا الأجدر والأكثر استحقاقا بيها دي المرة الوحيدة اللي أنا شفتها فريق بيوصل لنهاء دوري الأبطال وبيخسر بطولة بفعل فعل فبالتالي بتبقى دي المرة بتاعت جمهور لا خرجنا من دور مجموعات ولا مش عارف يعني دي ده أصعب سيناريو عد علينا في الاربع سنين الأخير رحنا كس العالم بنص فرقة كسبنا بطل مكسيك وكسبنا بطل أسيا ورجعنا ببرونزي ده الأهلي ده الأهلي اللي احنا مستنينه واللي بالفعل بيحضر دولة الترتيبات سفروا إن شاء الله بإذن الله السعودية بعد مواجهة شباب له ازداد إن شاء الله يوم الحد اللي جاي يوم حداشر الساعة ثلاثة هتسافر بعثة النادي الأهلي للسعودية تحضيراً واستعداداً طبعاً لبداية مشوارها الفائز من أوكلين سيتي واتحاد جدة المباراة الافتتاحية هيقابل النادي الأهلي في أول مشوارنا أو في أول مباراة لنا في مشوارنا في بطولة كس العالم نتمنى إن شاء الله التوفيق وبالفعل يمكن النهاردة هتتحدد قايمة بشكل كبير في أسماء كتير ممكن تكون مرشحة للاستبعاد في أسماء بناء على رؤية مستر مارس الكولر بعيدة تماماً عن حالتها الفنية حالات الإصابة أو الكشف الطبي مفترض أن الأهلي هيبعت الملفات الطبية الخاصة باللعيبة اللي هتشارك في كس العالم للفيفا ده إجراء روتيني بيتم كل بطولة كس العالم بالتالي هيتم تجهيز الملفات الطبية الخاصة بكل اللعبة الأهلي اللي هتشارك في البطولة 23 إسم هيقع عليهم اختيار مارس الكولر أكيد فيه لعيبة كتير ممكن تكون ما خدتش فرصة أو ما وصلتش لمستراتها بشكل كبير طبيعة الإصابات اللي ممكن تكون موجودة أعتقد أنه ريدا سليم موقفه تقريبا تقريبا يعني شبه محسوم بعيدة عن المشاركة في كس العالم مودس سيسة موقفه مش واضح منعم أعتقد أنه فرصه كبيرة جدا في اللحاق ببعثة النادي الأهلي والمشاركة في بطولة كس العالم على كل أحوال النهاردة المحاضر الدولي الكبير كابتن كبير فتحي نصير هيكون ضيفنا في السادسة ونتكلم معاه في كل الملفات ميدياما الغاني وبعد تعادل أعتقد غير عادل زي ما اتفقت وشرحت لحضراتكم من بارح بين الأهلي ويونج أفريكنز وبالتالي كل ده بيلقي بظلاله زي ما بيقولوا على مباراة الجمعة القادمة اللي بالتأكيد هتصعب من مشوار أحد الفريقين وبالتالي كل فريق بيعد العدة كل فريق بيركز أو هدفه الأساسي تحيي الفوز في المباراة خلينا نستقبل واحد من نجوم فريق شباب وزداد السابقين وواحد من نجوم منتخب الجزائر كابتن عرفات مزوار هو وظفنا في السادسة بداية طبعا برحب بيك وشكرك على مشاركتك معنا كابتن عرفات أهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الأهلي أهلا وسهلا كابتن مرحبا بيك في الجزائر هنا متواجدنا هنا في الجزائر ومرحبا بيكم في كل وقت أنا موجود في قدمة القرية القدم سواء في جزائر أو مصر أو إحنا عدنا علاقة كويسة مع المنتخبات خاصة المنتخب مصر أهلا وسهلا هو دائما يعني واحد من الدربيات اللي بنستمتع بيها سواء المستوى المنتخبات على المستوى العندية الكرة المصرية والجزائرية اثنين من عمالقة الكرة الأفريقية عموما وأنت أعتقد كان لديك مواجهة قبل كده سبقى يمكن أنت يعني في مواجهة الأهلي عشو بابلو الزاد أعتقد في الألفين وواحد شاركت في المباراتين فبالتأكيد عندك ذكريات وفاكر ذكريات كثيرة عن المبارات دي صح صح كان لي الشرف ولعبنا ضد منتخب مصر نجوم مصر في ألفين وواحد منهم نذكر أسماء اللاعبين وقل الجمعة أبو تريكا محمد عمر رحمه الله عدة لعبين أنا كنت نذكرهم كانوا نجوم منتخب مصر نظر بالفوج هذا كان أصعب كانت أصعب من موزا كانت الأهلي المصري ولكن كان عندنا فارق في المستوى هذا شباب الوزدال ولكن كانت تقصنا إمكانيات لهذا ما قدرناش نروح للضوء الثاني ولا لربع نهائي ولا نص نهائي هل تعتقد نشفة كان حامل لقاب هو الأهلي هو اللي خضرها سيكسبنا في المطشين ذهابا وعبد لكن هل تعتقد أن الإمكانيات متوفرة أمام النسخة الحالية من شباب الوزدال للذهاب بعيدا إمبارح كان معي أو كان ضيفي على السكايب أو على الفيديو سيد عبدالقادر شنيوني مسؤولة علامة في شباب الوزدال وكان بيكلم على أنه طموح الفريق فريق شباب الوزدال أنه يوصل لبعيد ويتخطى مرحلة المجموعات هل شايف أن الإمكانيات في النسخة دي اختلفت عن النسخة اللي كنت بتلعب فيها أو اللي بتلعب فيها تغيرت بنسبة كبيرة بالنحية الإمكانيات أربع سنوات هذه تعشباب الوزداد نظن بالصريقة يسير في شركة كبيرة بالجزائر شركة مدار نفس الطاقم الإداري نفس الطاقم الإداري تقاف دائما نبحث عن الروح بعيد في هذه الدورة لأن السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وصلنا للربع النهائي كانت تنقص من ناحية تقنية ولكن الإمكانيات موجودة الحمد لله لما كانت موجودة في عهدنا في 2001 2002 ولكن هذه العام هذه العام هذه أربع سنوات ولا خمس سنوات نظن باللي الإمكانيات متوفرة ولكن تنقصنا بالك الخبرة وإحنا دينا خبرة في الإفريقية ولكن دائما نطيح مع أندية كبيرة مثل أهلي تراجي تونسي الويداد البيضاوي ولكن نظن هذه العام هذه السنة نتكلم تكلم الإدارة وداروا الاجتماعات مع اللاعبين مع المدرب الجديد لجاباكتا نظن باللي الهدف هو اللول ورئيسي أننا نروح بعيد في هذه الدورة الإفريقية إن شاء الله ولما لن نروح يضرب عن نهائي تقييمك كابتن عرفات لأداء شباب أبن أزداد حتى الآن بعد جولتين من دور المجموعة كان طبيعي يكسب فريانج أفريكانز على ملعبه وسط جماهيره لكن خسارته أمامي دياما أعتقد صعبت من موقفه في المجموعة الخسارة من وجهة نظرك كانت منطقية كانت طبيعية ولا كانت مفاجأة بالنسبة لك لا لا نتكلم لك بصراحة كابتن أنا كنت مفاجأة كنا 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 دي إذنقاء بالنفوذ بالمقابلة ولو ولو ما نفوش كنا نرجع تعادل ولكن كنا في دقيقة الأخيرة غلطة غلطة غلطتين جابوا علينا كنا منها فائزين واحد سفر من بعدها تعادوا علينا وطريقة تالية خطأين خطأين جابوا علينا اثنين كول وخرت القدم هي أخطاء ولكن كنا نستغل الفرصة ومع الفوز الثاني كنا نزوز خمسين بالمئة من الضوء الثاني إن شاء الله ولكن أخطأ أخطأ فردية أخطأ فردية من اللاعبين كلفنا لهدف الثاني في دقيقة الآخرة ولكن نحن ما زال عدنا ثقة في اللاعبين توعنا وعدنا ثقة في التقم الفني نبدأ راحين مقابلة مع الأهلي في الأهلي فريق القرن نحترمه كنادي كلاعبين ولكن ما عدنا شكتيار آخر لازم ندير كل قاعد الإمكانية قاعد الوسائل باش نفوت الربع نياحي البعض بيأخذ على فريق شباب لزاد أنه معدل أعمار في السكوات بتاعه إلى حد كبير مرتفع هل بتشوف أنه واحدة من المشكلات التي يواجهها باكيتا في منافسته وفي أقوى بطولة على مستوى قرنة أفريقيا صح جديورة وإلا أم بلحي لدعم هذه تقم الفريق بالخبرة أنت يا حمر سنستافت كثير من خبرة تعل جديورة وإنبالحي بلحي معدل لعيبين هدو اثنين لدينا المعدل العمر ما يزاوز 30 سنة 28 سنة إيه اللي تطلبه من باكيتا قبل مواجهة الجمعة شباب لزاد مع الأهلي في القاهرة نتيجة أو فوز الأهلي هيصعب ويعقد بشكل كبير جدا من حسابات شباب لزاد في المجموعة وبالتالي إيه اللي مطلوب من باكيتا في مواجهة مارسل كولر في مواجهة الجمعة القادمة نحن نشوف نحن عارفين بالمهمة المهمة صعبة ولكن غير مستحلة نحن نعرف اللي فريق الأهلي يلعب كلها مفتوحة ما يغلقش ما يلعبش على المرتدات فريق الأهلي فريق كبير وعنده شخصية يلعب عنده طريقة هجومية ولكن نحن أنا مدرب حاليا مدرب ولكن المدرب الحالي في باكيتا واللعبين هم اللي يكونوا في الملعب أنا نقول باكيتا من الرسلات هذه ما نغمرش فريق الأهلي فريق كبير ويقدر يسلسل لك في الدقيقة الأولى ولا الرابعة ولا الأخيرة لازم نلعب بحضر فريق الأهلي أنا نتمنى نتمنى أنا نتمنى رغلك بعيد نتمنى إن شاء الله ننفؤن نروح للدورة الربع نهي إحنا والأهلي إن شاء الله لكن في الوقت لهذه المقابلة هذه الجمهور إن شاء الله لا يجب نغمر كثير لأن فريق الأهلي فريق لبس به عنده لعبي في المستوى 60% لعبي الدوليين عندها تقافة تقافة تقافية لعبي في المستوى نظن باللي باكيتا لا يجب نغمر مفاتيح اللعب في الفرقتين كمدرب وجهة نظرك كمدرب يعني بعيدا عن الكرة المصرية والكرة الجزائية لكن مفاتيح اللعب الأخطر واللي ممكن يكونه عامل أساسي في حسم المواجهة يوم الجمعة اللي جاية سواء في الأهلي أو في الشباب لزداد مين هي أهم من مفاتيح اللعب من وجهة نظر كابتن عرفات مزوار نحن عدنا لعبين عدنا ثقافات تقديم المدرب نلعب اللعب الهجومي نحن ما عدناش نقول لك نحن أحسن فريق في إفريقيا نحن نقدر نقول لك أحسن فريق في إفريقيا ولكن حاليا في البطولة الجزائرية نظر لشباب الوزداد من أحسن فريق عنده أربع سنوات في المستوى هذا ولكن تقول المفاتيح فريق شباب الوزداد باش ننفوز بالمقابلة وإلا تعاد وإن شاء الله المهم ما نخترش نظر باللي ربع ساعة الأولى نحن نعرف الأهلي كيف يلعب ولكن يقدر المدرب الأهلي يغير التاكتيك يقدر يلعب طريقة مغايرة ولكن قبل المقابلة نلتوص الفريق بالفيديو نشوف كيف يلعب نقطة الضعف نقطة القوة فريق الأهلي اسمح لي فريق الأهلي مراش كما قبل فريق الأهلي أنا شبت مع اتحاد العاصمة فزنا عليهم ولكن كان أحفل الأهلي ولكن نفزنا أنا نظر باللي نشوف طريقة لعب اتحاد العاصمة لفزعها مع الأهلي بلك هذه الطريقة نقدر ننشع فيها أنا المفاتيح اللعب نظر ننصن للفريق نشوف الربع ساعة الفريق كيف يلعب ونبعدين مدرب عندها رأي آخر إن شاء الله هنا نظر عندها من الأطراف عندهم الباكيمين وبركيصار عندهم مستوى عندهم ضعف شوية في وسط الميدان للأهلي كما شفتم المقابلة الأولى لفزع لها ثلاثة طفا شفنا للأهلي كيف الفريق يلقى فريق متواجد في البرمق الدفاعي يلقى مشكلة لفريق الأهلي خد بالك كابتن عرفات الجيل اللي أنت بتتكلم عليه ده وصل أربعة نهائي دور الأبطال فاسب ثلاثة منهم لعب في أربعة نسخ من بطولة كاس العالم الأندية وقدر يحقق في نسختين منهم ميداليا برونزية أو أي تراجع في المستوى من الفريق هذا الفريق الأهلي طبعا نحن نرى من زمان الفريق الأهلي نحترمه كثير عنده ثقافة كروية عنده فلسفة كروية اللعب للفريق هو يندمش مع الفريق في الفريق هو يتبع اللعب لا اللعب للنادي الأهلي هو يتبع التقافة التكتيكية التقنية للفريق الأهلي أنا نتمنى أقول لك لأن الفريق الأهلي عنده كرة نظيفة يعرف يلعب كرة القدم أنا دائما نتبع لنادي الأهلي يلعب مع أي فريق نشوف الأهلي عنده لعب جميل نظيف عنده لعبي في المستوى ولكن هجوميا هجوميا الفترة الأخيرة نظن باللي سجل 3-0 المقابلة الأولى ولكن تعادل المقابلة الثانية اللي نفذنا ب3-0 فريق الأول اللي نفذنا عليه 3-0 تعادل مع الأهلي ولكن الأهلي يقدر يدير هذه السنة يدير يدير المفاجأة لأنه فريق كبير وفريق محترم وإحنا نتمنى نتمنى سبب الوزداد وفرور الأهلي يروح للدور الثاني وإحنا كمان نتمنى الحقيقة تذكرتها يتأهل عن المجموعة دي يروحوا للأهلي وشباب لزداد مع تمانياتنا بكل التوفيق لكم في مشواركم في بطولة دور الأبطال باستثناء طبعا مواجهات الأهلي مع الشباب لزداد مواجهة أولى إن شاء الله يمه الجمعة أعتقد المواجهة التانية أو المرحلة التانية في دور المجموعات هتكون أيضا بدايتها بين الأهلي وشباب لزداد كابتن عرفات مزوار نجم شباب لزداد السابق ونجم المنتخب الجزائري كل الشكر لك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا في انتظار طبعا أشققنا من الجزار يشرفونا هنا في القاهرة والأهلي بالفعل بدأ استعداداته طبعا لاستقبال بعثة شباب لزداد طيب القصة وما فيها كلها هناخد فيها يعني وقتنا وتفاصيلها مع اسم كبير جدا محاضر دولي وإفريقي ومشوار طويل جدا مع كرة القدم وعاش حالات كتيرة جدا ممكن يبقى عنده التشخيص والعلاج المناسب لحالة التراجع النسبية اللي حصلت لغاية النهار ده صحيح ما أثرتش على مسيرتنا أو مشوارنا سواء على مستوى البطولة المحلية أو البطولة الأهم وهي بطولة دوري الأبطال ومازل الأهلي محتفظ بحظوظه ويمكن يكون أفضل فريق حقق نتائج بعد جولتين من مرحلة المجموعات كل الفرقة بدون استثناء تعثرت الوداد زي كنت تتكلم الفرق الكبيرة أو الفرق المرشحة للتحقيق لقف أنت بتتكلم على وداد جولتين بخسرتين الرصيد صفرة من نقاط إذا كنت تتكلم على سانداونز فسانداونز مجموعته برصيد 3 نقاط 4 فرق بالتساوي طبعا مع بيراميدز اللي بيعاني وخصوصا بعد خسرته من أضعف الحلقات اللي موجودة في المجموعة من فريق نواذيبو الموريتاني وبالتالي كل فرق الترجي خسر النجم السحالي خسر ما فيش فرقة الحقيقة ما خسرتش أو ما تعثرتش في الجولتين الأولى أو الثانية من مرحلة المجموعات باستثناء الأهل اللي حق نتيجة ممكن مش مرضية لجماهيره لكنها رقميا تعتبر الأفضل حتى اللحظة كابتن فتحن وصير ضفنا فيه السادسة لكن بعد الفاصل حالة أو التوتر اللي ممكن تكون موجودة عند الناس هي أمر طبيعي جدا ما تأثرتش بشكل كبير جدا حتى لو حسنا أن فيه دروب في المستوى الأهل يقدم مستوى على المستوى الفني قدم مطشط كويسة جدا يمكن ما توفقش في النتيجة أكتر ما سبب قلق أو توتر للناس هي ظاهرة إهدار الفرص السهلة اللي اتكررت فيه مباراة كتيرة جدا وقدت لها خسارة الأهل النقاط سواء في الدوري أو في بطولة دوري أبطال السؤال الأهم واللي بحاول أننا لأي إجابة عليه إزاي نرجع بسرعة وخصوصا أنه اللي جاي أصعب اللي جاي فيه مواجهات ومستوى نفسه أعلى بكتير جدا يمكن تكون المرحلة الأصعب من حيث مستوى المنافسة وقوة المنافسين جاية في خلال التلاتين يوم اللي جايين طبعا مباراة شباب له ازداد عنق زجاجة وتوقيتها مهمة جدا بتسبق طبعا مواجهات الأهلي في كاس العالم والإفريقي الكابتن الكبير فتحي نصير هو وظيفي النهاردة في الساديسة وما فيش أحسن من كابتن فتحي ممكن يقيم لنا المرحلة وممكن يوصف لنا أفضل طرق تطلع الأهلي من مرحلة عدم الاستقرار أو التزبزف في المستوى في ما هو قادم ابتداء طبعا من مواجهة شباب له ازداد الصعب عيوم الجمعة اللي جاي كابتن فتحي مساء الخير مساء الخير يا يا كابتن أنا مجاهز للإنتروفيو ده كويس جدا نهاردة ومذاكرين بالأرقام في محاولة لأننا نستفيد بخبرات حضرتك في مشوار مش عايز أقول متعسر لأنه في البعض بيحاول يوصل أو يصدر صورة أنا في ظني أو في تأديري هي محاولة مكررة للإغتيال معناوي سواء للإجهاز فني بقياة مستر مرسل كولر أو إغتيال معناوي للعيبة بعينها وباسمها في النادي الأهلي لكن كل ثقة أننا في الأهلي نقدر نتجاوزها لكن الأرقام بتاعت الأهلي لها دلالات كتيرة جدا عايز أتكلم فيها مع حضرتك بس أبدأ بداية بتقييم حضرتك لبداية مشوار الأهلي في دور المجموعات شايف شكل الفريق إيه أهم الحاجات الإيجابية وأهم الحاجات السلبية من وجهة نظر كابتن فاتحي نصير الحقيقة يعني شوف هو السؤال يبقى سهل لكنه صعب جدا صعب أن أنت بتقييم هتقول لي صعب إزاي راضي ولا مش راضي وإذا كنت راضي راضي بنسبة كم في المية وإيه اللي حسس أنه ممكن يكون فيه خلل محتاج عليك بسرعة الخلل ده لأول كرة القدم أحمد علم أصبحت علم مش أصبحت هي علم بس يمكن العلم وصل لنا متأخر فإحنا دلوقت وصل تأكد أنه وصل وصل لنا متأخر لكن بالمشكلة عندنا إن إحنا فيه حاجات بتمر علينا لأول مرة الحالة اللي بيمر بيها النادي الأهلي رغم سباة المدرب وسباة اللعيبة وسباة الإدارة والجمهور اللي هي عناصر اللعبة كلها متوفرة مفيش فيها تغييرات طيب هي وصلت القمة هنا الموسم السابق نفس اللعبة دي مفروض أنا هنا من القمة حنزل شوية ده الطبيعي بتنزل شوية هم نتكلم على الأهلي أو غير الأهلي آه دي القاعدة بتقول كده بتنزل ثم تصعد تاني لابد لكن اللي حاصل مع النادي الأهلي آه فعلا نزول نزول لكن الصعود أصبح فيه خلل الخلل ده نتيجة الجهاز العصبي فيه خلل في الجهاز العصبي لكل المنظومة الكروية بتاعتنا النادي الأهلي كل المنظومة دي هكتصد بها لعبين لعبين والمدرب وجهاز فني وإداري وكله طبعا اللعبة زهرة أكتر لأن اللعبة هي اللي بتقدم الكلام ده في الملع فالناس مش هتحس إيه اللي في المدرب ومش هتحس إيه اللي في الإدارة ومثلا لكن الخلل باين أكتر في اللعبة هتقول في إيه هقول نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة في إهدار الفرص ما هو معنى أن فيه فرص إذا جات لي أن أنت تجيب جول آخر اللاعب اللي هو بيضيع الفرصة بتاعته ده اللي احنا بنونا عليه إهدار الفرص الخلل باقي عنده في الجهاز العصبي يعني هتقول لي يعني هو مجنون لا مش مجنون ولا حاجة الجهاز العصبي هو اللي بيقوم عليه الدور في أن اللاعب يأدي المهارة من خلال التحرك من خلال التسديد من خلال كده الجهاز العضلي بيشتغل بناءنا على أوامر من الجهاز العصبي طيب معلش يا دو كابتن فتحي ده بيبقى بالنسبة للناس طبيعي ومقبول لما يحصل على سبيل الاستثناء لكن لما يكون أنه هو القعدة هو الأساس ده في حد ذاته اللي بيقل شوية لأنه ده معناه أنه لا حد اكتشف أو لا حد شخص ولا حد يعرف يوصف العلاج المناسب ده حصل معنا من بداية الموسم حصل معنا في أول مباراة وليس في افتحاد العاصمة حصل معنا في دوري الأفريقي حصل معنا في دوري المحلي آخر موطشين قدام الجونة وسموحة وحصل معنا في آخر مباراة بشكل واضح وصريح وحصل معنا في مباراة بيدياما الشوط الأول يعني ربنا طبعا فتحها علينا والشوط الثاني الأهلي رجع تاني وقدر يسجل وانا بيتهاري دايما لما الأهلي بيسجل هدف القصة دي بتنتهي قصة التركيز أو الضغط الشديد بتنتهي وبيقدر نجيب التاني والتالي وحصل معنا في مباراة يانج أفريكانز اللي كان ممكن أهلي يفنشها 4 و 5 بسهولة هو كابتن أحمد تشوف أي مباراة أي منافسة لها دوافع أي مباراة لها دوافع أي مباراة لها نتيجة أي مباراة لها هدف فإنت دلوقتي المدرب بيتعامل مع اللعيبة وبيتعامل مع اللعيبة مع الجهاز العصبي اللعيبة فعنده دوافع لأول مباراة اللي هي كاس السوبر عنده دوافع لكن اللعيبة لم تحقق الهدف من هذه المباراة بالفوسبوكاس فأصبح بعد كده دوري أفريقيا اللي هو المجموعة دي السوبر المعمول سيمبا ثم صندوق أي وبرضي أصبح له دوافع تانية غير دوافع مباراة السوبر فأنت بتغير عند اللعيبة دوافعها طيب خليني وإحنا بنتكلم مع حضرتك كده إحنا رصدنا مجموعة من الأرقام اللي بتأكد الحقيقة على تميز الأهلي على مستوى كل الفرق اللي بتشارك أو اللي وصلت لدور المجموعات في بطولة دوري الأبطالة كابتن فاتح يعني على مستوى إهدار الفرص دي ممكن تبقى نقطة سلبية لكن فيها جانب إيجابي هو القدرة على أنك تخلق الخطورة القدرة على الوصول اللامسة الأخيرة بقى دي قصة تانية لكن الفريق أكثر فريق إهداراً للفرص هو النادي الأهلي إهدار فرص مؤكدة سبعة تاني فريق وراء بيراميدز ستة الترجي في المركز التالت أربعة سانداونز أهدار فرصتين محققتين نروح للبعدها بس عايز أقول لكم بالأرقام مستوى أداء الأهلي مقارنة ببقية الفرق اللي موجودة في الفرق طيب لما تجهز بلغوا فإحنا بنتكلم هنا على أنه الفريق قادر ينفذ المدرب بيحسن أو بيوجد اختيار التاكتك والطريقة والأشخاص اللي هينفذوا الطريقة دي في الملعب لكن المدرب عمرو ما ينزل يجيب جول مش هجيب جول لأن هي دي بتاعتبت بقلنا على اللاعب اللاعب في آخر مرحلة في آخر لمسة اللي هو هسجل منها الهدف هنا التركيز بتاعه فيه خلل اللي هو احنا بنقول مش الإعداد النفسي احنا بنقول إنه هو فيه إعداد لكن فيه خلل فيه الجهاز العصبي للعيبة في الفترة دي اللعيبة دي تحديدا معلش كابتن فاتح أنا هكوش معك في تفاصيل شوية سعيبة دي تحديدا الكل أشاد بطفرة اللي حصلت في مستواها يعني مثلا قال لك بيرسي تاو نسخة مارسل كولر ما شوف نهاش في الأهلي قبل كده كهربا لما كان راجع من إيقاف طويل جدا وكانت الناس مش مصدقة إن كهربا قادر يجيب مستواه كولر رهن عليه في حتة راس الحربة ونجح وتقلق تقلق تقلق شديد حسين الشحات الناس قدت لك حسين الشحات رغم إنه طول عمره بيلعب جناح يمين مع الأهلي كولر وظفه جناح شمال أفضل نسخة لحسين الشحات مع الأهلي كتماع مارسل كولر ضيف على ده أسماء تانية كتير جدا ممكن نقول عليها لعبة دور رئيسي في حتة كريم فؤاد لما وظفه كولر كجناح يمين كان هدف للأهلي قبل الإصادة هي نفس الأسماء اللي بكلم عليها حضرتك مش بعيدة عن مسؤول هو اللي حصل تحاول بنسبة 82 دقائق نشوف آخر مباراة وبنسبة مثل حسين الشحات آخر مباراة كرة انفراض لحسين الشحات لوحده مفيش مدفعين مزحمينه أو ضغطين عليه أو مقربين منه أو عاملين له ضغط أو كده الكرة جاية له سهل جدا يهطاه في الجول سهل جدا أنا بقول سهلة حضراتك بقول سهل الجمهور بيقول سهل بس عنده هو هنا بقى الخلل اللي بقول عليه إزاي الرجل ده لما بيلعب الكرة بنقول لأي لعيب في العالم عاوز بيشوت آخر حاجة آخر حاجة عينيك تشوفها لازم تكون شايفها الكرة فإحنا كلنا ما نبص هو بيحط الكرة الكرة بقت في السماء مش ممكن حسين الشحات عاوز يحطها في السماء بس هو ما بصش للكرة طب يعني هو لو بص للكرة الكرة هتحط يعني هتخش جول ها أقول لك ليه لأن الكرة الكرة بقى المستوات العالية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي الكرة متحركة جول ثابت الجول مش هيتحرك خلاص هو عارف ان المرمى هنا في المنطقة دي والكرة جاء له هنا يعني انت لو تركز بقى في الكرة وإنسا ان فيه مرمى المرمى ده مش هتلاقيه تنقل في حتة تانية تركيزك على الكرة ليه لأن الكرة وهي جاء لك هتتغير من خلال اللي حشفيه متغيرات الحشيشة أو الأرضية أو الأرضية الصناعية أو الأرضية الطبيعية أو الأرضية أي أنواع الأرض هتلاقي شكل الكرة بيتغير سواء لو طلعت لمسة صغيرة فيه لمسة خلاص بقت الكرة في السماء فدي عايزة دقة عايزة دقة والدقة دي تيجي منين من التركيز والتركيز دي يجي منين من مخ والمخ فين؟ هنا يبقى أنا لازم أفكر يبقى لازم أكون شايف الكرة قبل بقى أنا أحط رجلي فيها أي لو هو شايفها صح عمر الكرة دي ما تطلع في السماء لكن هو استعجل الاحتفال بالهدف فإن هو يعني حيحطها وخلاص جول لا اعمل لكل مهارة اديها حقها اديها دقتها اديها اخلص فيها ركز أكتر أجل الفرح بالهدف بتاعك الحاجات دي طبعا يمكنني بقولها محدش بيحسها لكن أنا بخش لك جوة اللاعب دلوقتي أنا بخش جوة اللاعب يعني جوة اللاعب هو دلوقتي ما فيشوف اللحظة دي تفكيره ايه تصرفه ازاي ليه الكرة دي عالية أنا بقول ليه لأني مش هحسن الشيحات اللي حطها بره كده في السماء ده من على المسافة دي كرة حسين ممكن نفهم فيها انه زي ما حقاك قلت لو الارض مش مستوية وتأديره للكرة هتوصل لرجله فين وبالتالي هو مجاهز نفسه ان هيحطها بطريقة معينة وما بصش بقى الرجل وهو بتلتقي في الكرة هو بص لجون هي ممكن تعمل باند يعني هو يكون مجاهز نفسه محدد الزاوية اللي هيقابل بيها الكرة ومستوى القوة اللي هيحط بيها الكرة عشان تروح للجون فتيجي قبل ما تلمس رجله باثنين سنتي أو ثلاث سنتي تعالى شوية نتيجة انه الارض مش مستوية فتطلع في السماء لكن فيه كور تانية اسهل منها بكتير يعني فيه انفرادين مثلا كانين فؤاد وطاهر ده لو لو حطها بس كده من فوق الجون كرة سهلة لحد مدايق ولا حد يضغط عليه ما حدش ضغط عليه في الملعب لكن فيه ضغوط عليه من خارج الملعب هو عايشها انه هو مش عايز يضيع عايز يسجل عايز يزبط كتر التركيز يعني كتر التركيز الزيادة عن اللزوم اللي اكتر من اللازم طبعا بيتقلب العكسي طيب نشوف صناعة الفرص المؤكدة الاكثر صناعة الكلام ده على مستوى دوري الأبطال أفريقية الأهلي هو أكتر الفرق صناعة للفرص المؤكدة احنا تكلمنا على فرص المهدرة أكتر الفرص اللي أحضرتها فرق في البطولة هنا بقى الأكثر صناعة لفرص المؤكد برضو الأهلي دمرة واحد على مستوى كل فرق اللي وصلت الستاشرة فريق اللي بيلعبوه في دور المجموعة الأهلي دمرة واحد تمن فرص مؤكدة التمان فرص مؤكدة الترجي في مركز الثاني ثلاث فرص مؤكدة بيرامت ثلاث فرص مؤكدة سانداونز يبقى سانداونز بس ترتيبه الثاني خمس فرص مؤكدة يبقى الأهلي أيضا هو رقم واحد على مستوى صناعة الفرص وهنا ده لو يحسب لحد كابتن فتحي يحسب لمارس الكل طبعا الجهاز يعني احنا بقول من المنظومة كاملة المنظومة هي مسؤولة عن كل حاجة يعني هي الفرقة في لعبين وفي مدير فني وفي مدير كورا وفي مجلس إدارة فالمنظومة كاملة عدت اللعيبة الإعداد كله يعني كل واحد قام بدوره إدارة مجلس إدارة نجاح مارسل كولر كابتن فتحي المبهر في أول موسم لي مع الأهلي سبب نوع من أنواع الضغط عليه وعالفريق أكيد أكيد وعليه هو أكتر يعني هو بقى عليه ضغوط أكتر لأن مش عايز الجمهور مش طالب أقل من الدلوعة بكدر يعني احنا دلوقت خلاص عرفناك ومفروض تديني أكتر ومستميين مثلا كتبجينا تلاتة بنجيب منهم واحدة عايزين التلاتة يجي منها جنين يبقى هدفين يبقى لازم شغلك فين فأصبح هو كل العملية كلها زي ما بقولك هنا إن الضغط العصبي على المنظومة اللي أصبحت فيها حاجات تخلي اللاعب بعشوائية بيلعب تركيزه يقل والتركيز لو قال لي خلاص انسى فينا طيب احنا اتكلمنا على مستوى القندية أنا عايز جايك على مستوى الأفراد على مستوى اللاعبين برضو معنا أرقام وإحصائيات يهمني اسمع رأيك وتعليق عليها بس تسمح لي قبل ما نكمل فصل سريع ونرجع نكمل كلامي تمام طيب طبعا عندي قصة طول شرحها بس هارجع لموضوع مع كابتن فاتحي أنا يمكن استعرضت معاكم النقطتين أو أرقام مرتبطة بترجمة مستوى خطورة النادي الأهلي في مشاركته في دور المجموعات في دولي الأبطال وسواء من حيث الإهدار على مستوى إهدار الفرص أو على مستوى الصناع فالأهلي هو رقم واحد وهنا ده أكد لك أن كورت الأهلي أو تيمي الأهلي ما فيه مشكلة المشكلة مرتبطة بالفعلية اللي اتكلم فيها كابتن فاتحي وقال إنها مرتبطة بالحالة الزهنية أو مستوى التركيز عند اللعبة وده هيكون جزء تاني من الحوار بس زي ما شفنا الأندية كمان يهمني نبص بص على الأرقام المرتبطة باللعبين هاختم كابتن فاتحي الأرقام أو الإحسائيات الخاصة بالأندية بأكتر الأندية من حيث متوسط التصويب على المرمى الفرق عدد تزديداتها في كل المطشط الأهلي في المتوسط في المباراة الواحدة تسع تصويبات على المرمى بين القائمين والعرضة 7.6% سانداونز نمر اثنين من حيث الترتيب أقل في متوسط عدد التزديدات لكنه أعلى في مستوى التركيز بحيث أنه 9.1% بين القائمين والعرضة ترجي في المركز التالت 4.5 تصويبة في المباراة الواحدة بين القائمين 8.1% الوداد 4.5 تصويبة في المباراة الواحدة 0% بين القائمين وده طبعا كارسة وضع كارسي يعني وصيف النسخة الأخيرة وبطر النسخة قبل الأخيرة مكسبش ولا نقطة وخسر مباراتين واحد على أرضه واحد خارج أرضه وبيترو أتليتكو بيليهم في الترتيب 4.8% 6% بين القائمين نروح ناخد على مستوى اللاعبين بالمرة كابتن فتحي يلا سريعا جدا نعدي على الأرقام الفردية نحن هنا تكلمنا على أرقام الأندية نحن نتكلم على الأرقام الفردية وبرضو الأهلي ده أكتر لعبين من حيث متوسط الكرات الطولية في دولة الأبطال عبد المنعم نمر واحد متوسط في المباررة واحدة 9% بنسبة دقة 81% فابريسنجومة 8.9% يعني تقريبا 9 تمريرات برضو طولية بنسبة دقة 88% شهيب كداد 6.9 تمريرات طولية حمزة الجلاسي ورمي ربيعة 6 كرات طولية من نسبة دقة 60% هتولي الهجومي يعني يعني ده ده مرتبط أكتر ببنى الهجمة رمي الخلف ده بيبدأ من خلف ده ببنى الهجمات لكن من حيث التصويب على المرمى بص حضرتك ثلاث لعبين من الأهلي في الصدارة عسين الشحات في المركز الأول 6.6 تصويب بين القائمين والعرضة 6.7 يعني كلهم تقريبا بين القائمين والعرضة محمود كهربا 6 تصويبات 8 و3 و3 من 10% والتالت إمام عشور 4.5 تصويبات في المباراة الوحدة بس إمام طبعا ما فيش ولا تصويبة بين القائمين والعرضة ثم في السنمايلي كلالة مهاجم بيرامدز وفخر لكاي مهاجم بيرامدز يعني الأهلي عنده القدرة على أن يكون خطير وعنده القدرة على أن يوصل وعنده القدرة أن يخلق الفرص لكن نيجي عند حتة الترجمة زي ما حكتوا تتكلم كل دي أرقام كل دي أرقام لكن ما بتغيرش أن تكتموا وراه هذه الأرقام إلا في حالة واحدة تترجم الأرقام زي مثلا من الإنجليزي العربي ومن عرب الفرنساو تترجم الأرقام لأهداف فدي مهمة مهمة مين يعني لو وزعت المسئوليات هل بيرينجر مثلا مطور الأداء في جزء المسئولية مارسل كولر مدير الفني في جزء المسئولية اللاعبين نفسهم مفاتيح اللعب اللعيبة لكن لما ما يحطرش حاجة من التدخل شابات يعني بين القائمين والعرضة مش شايف حاجة أرغم قوة تزديد ويمين وشمال فين التركيز فين الدقة برضو دي عايزة هتلاقي ليه معظم اللعيبة بعد هم بيفرحوا بالشطة قبل ما يعرفوا أنت كتب طالما أنت رفعت دماغك وسبت الكرة وحطيت رجلك في الكرة الكرة دي مش راحة في الجور لازم أنا آخر حاجة تسيب يعني عنية دي قبل ما الكرة تسيب الأرض من رجلي لازم عيني ورجلي مع الكرة في الأرض ثلاثة دولات فيه مسلس يكونوا ربطين في بعض لو في عيني بقى طلعت فوق وانا شط أكيد الكرة دي هل ممكن في وقت من الأوقات كابتن فاتحي يبقى فيه سباق بين اللعيبة إحساس أنه فيه في مشكلة في ترجمة الفرص أو في مشكلة في تسجيل أهداف دي الأهلي إحساس وأكيد اللعيبة بتحس وبتشوفه دي نقطة من المساوي يعني لا تمنى معرفش إزاي ممكن نتعامل معها لكن فكرة السوشال ميديا وفكرة الترند وفكرة الجماهير وفكرة الصفحات هل ده ممكن يخلق حلقة من حالات السباق بحيث أنه فيه واحد عايز يبقى هو اللي حل المشكلة هو نجم اللقطة الحتة دي ممكن دي مش قوي بدليل بدليل تبقى اللعب المنفرد فيه النجم الصفحة ما أنت أنت شغلتك بقى خلاص تحطها بقت سهلة يعني الدقة زي ما بقولك مجموعة المباريات في مجموعة البطولات بتغير الأهداف بتاعة كل مباراة فأنت عندك في أي مباراة احنا قلنا في المباراة الأولى اللي هي كانت السوبر فكان فيه عندي حطت لها ايه التطلعات ليا ولازم أحسر ويقدر يعد اللعبة نفسيا لهذه المباراة ايه بس أنا أنا كمدير فني يا كابتن فاتحي هجيب لعايز بيرسي تاو بيجيب جوان من كل حتة ولا لعيب كهرباء بالمناسبة لسه مبلغيني حالا هدف كهرباء في مباراة العودة في دول المجموعات في الهلال هنا في القاهرة المباراة الانتهاء الثلاثة صفر وعن أتذكر جول أولاني لأحرازه محمود كهرباء واحد من أجمل الأهداف لسجلها كهرباء في مشواره واحد من أجمل أهداف لسجلها الأهلي في نسخ الدولي يوقف احتى بطلج التوقيفة نص الجول والسنس بتاع الركنة ما فيهاش باور هي كلها سنس البلايسنج كان جون علامي الكاف اختار الجون ده عشان ينافس على أفضل هدف في الموسم اللي فات الثلاثة عشر ويستحق أعتقد أعتقد للقارب أنت لما بتقول خلاصا في الزهن وفي الحضارة الدوافع يا أحمد مع الفرقة النادي الأهلي عندها كذا بطولة ودوافعها في نفس الوقت إزاي يعني أنت بتلعب أفريقيا تجي تلعب دوري تلعب مباراة كاس تصفية كاس كاس مصر يعني غير قاس فتلاقي ثلاث دواء ثلاث نحن كل سيزن كده كابتل فاتحي وده مش جديد أنت تتكلم على لعيبة هرست كل البطولات لا هرست بس خلاص استهلك الجهاز العصب صبي احنا كل سيزن في بريك وفي معسكر في الممسا لا 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 نحن كده داخلين على الصعب أنت كده بتقلقني أكتر أنا أقولك دقي أنت لازم تاني حيشحن البطارية لحاجة تانية خالص يعني إحنا نخلص إفريقيا دلوقتي بعد نريح كاس عالم أهداف تانية وتفكير تاني وفكري تاني وبعدين هتخلص تروح للسوبة برضو أهداف تانية وفكري تاني آه فإنت أعمال يعني الدوافع بتتغير كتير للعيبة دي بتأثر على اللعيبة لأن بتخش زي ما تقول السلوك بتخش ببعضها وتضرف بعضها إن الماتش دا إيه والماتش دا إيه والماتش دا إيه والماتش دا إيه طبعا الناس هتقول لي هو بقولي الكلام دا إيه هو بيدفع أما دفعش على اللعيبة ده العلمي اللي بقول كده أنا مش أنا العلمي بقول إن الجاز العصبي لأي بني آدم يحصل له إرور أو يحصل له خلل لما تتداخل الدوافع الكتير فيه وكلها إذا كان الدوافع إيجابية إن أنت بتاع بطولة مش دا إيه وفع ماتش عادية ما أنت ممكن بتشارك في البطولة وده إيه وفع أنك مشارك فيها لكن دا إنت مطلوب منك لازم يفوز طبعا دي لقطة الجوم بتاع كهرباء في الهلال في قطش القاهرة هنا المبرارة اللي انتقى الثلاثة صفر واحد من أجبل طاب له الحقيقة من أول شوفوه في وسط كام واحد يعني في وسط مواطئ لأ وكرة صعبة قوي يعني أنا أول ما كهرباء راح يستقبل كرة كتت ملعوبة لكرة طولية كرة عالية آخر حاجة ممكن أولا استقبال كرة زي دي هو استقبال بتصليحة أولا صعبة جدا إنك تستقبل كرة زي دي بالزبط وإنك أنت تاخد القرار إنك أنت تستقبل فتعدلها لنفسك فتحطها بلسين كده بالطريقة حتى كهرباء مش لعيبة مش لعيبة كتير ده لعيبة ندرة جدا ممكن تفكر بطريقة دي ويتهيق لي هنا بلغة المعلقين الغزالة رائعة غير الغزالة رائعة يعني يعني في مود كرة حيلا عنده مهارة استقبال فاستقبل ولمح الحارس فين بس ما ننساش يبصر الكرة ويحطها بطن رجله خلاص عارف إن الشخص الهدف فين كرة فين مرمى فين مرمى حطها زي دي فبقى كل تركيزه بطن رجله صح لو هو مش شايف بطن رجله ممكن الكرة دي ممكن لعيبة كتير جدا تفكر تحط باور في الكرة دي أكتر من ممكن يحط فيها وش رجله بحيث إنه يبقى عايز يحط فيها قوة زيادة ممكن تبقى بعيدة أو تتصدق وممكن يلعب بوش رجله برضو في نفس الطريقة بس بطن رجله ببقى فيها حنية أكتر وفيها دقة وفيها دقة لأن البطن الرجل رجل بعرضها كله يعني لو مقاس 42 42 سانتي إن هي موجودة كده بتبقى على رجله مظبوطة ل42 دي فإذا سهل أن يعمل لكن لن بوش رجله الدقة أقال الدقة طبعا هتقل وحيبقى فيها صعوبة لو كان عايز قوة يعمل لكن بطن رجله يعني فيها الحنية إنه هو يضمن إنك النبي يحطه بإيده هي بأن كهرباء في المطس برضو اللي فات هو بيرسيتاو الاتنين مع بعض ضياعوا كرة أسهل مليون مرة من كرة دي يعني يعني نتيج كام على لعب إمكانات كهرباء كهرباء دايما يعني خليط أنه كهرباء مش رأس حرب يعني هو طول عمره وعمره ما كان رأس حرب لكن عنده زكاء كبير جدا في التحرك عنده سرعة ومهارة عنده سنس والسنس ده عملة ندرة بالزبط اللعيب الرجل عارف حتى لو ظهروا للجون عارف هو شايف الجون فين وعارف الجون قد إيه وهو موجود فين من الجون فيقدر يحط الكرة حتى لو بضهر متاب كان بيعمل كده مثلا حسام حسن كان بيعمل كده الفكرة في فرقة الناد الأهلي يعني الظروف اللي بتمر بيها أنا بقول لأن الكلام ده أول مرة يتقال كنحية نفسية في علم كرة القدم بقول علم مش في كرة القدم في علم كرة القدم إن الجهاز العصبي لأي لعب بيأثر على أداءه في الملعب المهاري بيأثر على أداءه المدني بيأثر على أداءه الخططي بيأثر على أداءه الانفعالي فأوال كثير بيروف اللحظة دي بتبقى محتاج تعمل ريسات يعني تفصل اللي فده كله أيوة وتعمل ريستارت تبدأ من جديد هوا ده ده اللي نقول بس هو مش عارف يبدأ من جديد لأن المسابقات كلها دخلت بعضها يعني حيبدأ يعني فانهين من جديد خليني أبدأ من شباب له زداد مع كابتن فتح يعني زي ما قلت شباب له زداد مطش في حد زداده في منطقة الأهمية وفي منطقة القوة وفي منطقة الصعوبة حساباته معقدة زي ما شرحت لكم احنا تكلمنا مبرح بالتفصيل طبعا على أهل شباب له زداد وكمان هو اللي هينقلك نقلة للبطولة بتاعة كاسر العالم فخليني أسمع رأي كابتن فتح في مواجهة الجمعة بس بعد فاصل أخير أعتقد أنه تعريبا يعني الكل متفق أنه إحنا رايحين لأصعب مستوى منافسة الموسم ده كمان أيام 15 يسمبر أعتقد هتكون بداية مشوار الأهلي في بطولة كاسر العالم مع الفايز من أوكلند واتحاد جد وبالتالي محطة شباب له زداد فيها رسائل كتير جدا مستنيها أو بوادر كتير جدا مستنيها جمهور النادي الأهلي تظهر من العيد حسابات بطولة دولة الأبطال مهمة التلات نقاط مهمين جدا مستوى الفني والأداء مهمة جدا فكرة الفعلية الهجومية مهمة جدا كل دي حاجات الناس حط عنها عليها في مباراة الجمعة اللي جاية هل ده من وجهة نظرة كابتن فاتحي يزود من حجم الضغوط على اللعيبة ولا ممكن يكون بالعكس أستخدمه كجهاز مثلا أو كمعد نفسي في الفريق على أنه أوجد دوافع جديدة أو عشان نوصل لمرحلة الريستارت اللي كنت نتكلم عليها من شوية ممكن تبقى كبروفا بروفا يعني بيعمل بروفا أو بيعمل حاجة بيجرب حاجة قبل ما هيروح كاس العالم وعايزة تكون الحاجة دي إيجابية يعني هي لها دفعين الدفع الأولاني أن أنا أكسب المباراة لأن المباراة دي في بطولة طبعا وبعدين ما في الشكل أيوة المباراة دي في بطولة دي مباراة دي تقربنا بشكل كبير جدا لتأهى ثم ثم المباراة طالما هي ودي الفرقة اللي هي ممكن تنافسنا على الصدارة في بطولة المجموعة إذن في دوافع بقى للفوز هنا هو فوز الأهلي في المباراة دي حسبيا معناها أنه الأهلي بنسبة كبيرة جدا تأهل وفي انتظار واحد من الثلاث فرقة التانية لأنه شابابلوس داد خسر مباراة ميدياما خسر مباراة يانج أفريكنس خسر مباراة فبالتالي التوتر هيتصدر لثلاث فرقة هم هيتحنوا في بعض ويتطلعوا منهم واحد بإذن الله يوصل مع الأهلي وخصصا أنه مطشطنا اللي بعد كده يبقى فيه منهم اتنين بره واحد على عرضنا فأنت التلاتة بنت دول أو تلات نقاط دول مفيش بديل عنه يعني فإذن ده هدف في نفس الوقت هدف إعداد بعيد المدى مش قصير المدى ليه كاس العالم مش بعيد النواية وكده لكن بحضر لكاس العالم نفسيا اللعيبة عاوز أتحضر لكاس العالم كل واحد عايز يدي فإذن هو عنده شحن داخلي غير اللي حيشحنه بيه المدرب هو عايز يزبط نفسه عشان يكون أحد عناصر الفريق اللي حتلعب في كاس العالم فكل واحد هنا بقى تركيزه حيزيد قوي أداءه حيزيد الخلطة اللي أنا بقول عليها أن اللعيبة وهم دلوقتي فيه استرخاء زهني ومش حقول تسايب لا استرخاء زهني أو البعد عن المنافسة تشبع في حالة تشبع التشبع خلاص بقى يعني هما كان في الفترة الأونية تشبع أنا أعتبر الماتش ده مع بداية كاس العالم هتخش في قصة تانية خلاص اللعيبة دي ده وافع من غير ما المدرب يقوله هو كل لعب عايز يزبط نفسه في كاس العالم هل 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 جمهور الأهلي يستنى تحول 180 درجة ولا التحول ده عمره ما هيحصل في الفصل بين بطوله وبطوله لا متقدرش عمره ما هيوصل 180 درجة عمره ما هيوصل 180 درجة لا 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 متقدرش اضغرهم قبل بطولة مش بكلم على مطش الشباب له ازداد بكلم على بطولة كاس العالم دوافع جديدة دوافع جديدة وارك دية بس حقيقي هنبقى شوية وبعد أول ماتش نرجع بقى الوضعنا الطبيعي يعني ده هو الفصل اللي هو ماتش اتحاد جدد الأوليني لما نكون معاه هو ده اللي يرجع لك 180 يعني انت دلوقتي ما ترجعش 180 منك دلوقتي 120 حيتبقى لك كده حوالي 60 60 دولة تخطم من ماتش اتحاد جدد هتلاقي الفرقة بقى راح تزابط لكن مش هتروح مظبوطة قبل كاس العالم هي مش عافية يعني لا المدرب ولا اللعيبة بس حيبان في الأمارة بتاعته والشغل بتاعه من المباراة اللي هي يوم الجمعة ان شاء الله وعلى ملعبنا وبتحضر ودي ماتش لبطولة ولا أهدفها ولا دوافعها ولا شغلها فدي في خلطة في المباراة دي حيكون لها سر هتفيدنا كتير الفرق بين أهل كولر السندي و أهل كولر السنة اللي فاتت أهل كولر السنة اللي فاتت وأهل كولر السنة أهل كولر السنة اللي فاتت بيكسب. بيجيب أهداف. أهل كرة السنة دي في صيام في الأهداف. التسجيل. والأسباب إحنا قلناها الدينة متغيرة. ما فيش حاجة في كرة القدم تقدر تمشي على نفس السيستم. وتضمن بها كل سنة كل شهر. كل ماتش. ما فيش. لأن برضو المتغيرات اللي عندك. الفرع اللي قدامك. الفرع اللي قدامك بتتغير. فيه فرع للأحسن. فيه فرع للأوحش. فإذا المنافس لما يتغير. وانت على نفس القوة أو أقل شوية. انت هتتهز. هو الأهلي على مستوى أفريقيا. وعلى مستوى الدولي المحلي. هو أفضل الفرع اللي قدمت مرضوط بالأرقام. ما هو الأرقام. أنا بقول بالأرقام. لكن مش الأرقام دي اللي ترى. يعني آخر ما تشين تعادل. ما هو دي أرقام لا ترى. بس في النهاية. أنت الأقرب للصدارة. الأقرب. آه طبعا الأقرب بالصدارة يعني. لأنك انت قدمت فيه مباراة في الأول. اللعبة كان لسه المباراة جديدة. ولسه الدوافع الجديدة للدور العام. وكده. فأول ما بتخش. يعني إذا اعتبرنا الزمالك منافس. يبقى الزمالك بيعين. يعني. يعني. لو نكلم على معاناة أو أنه فيه مشكلة. يبقى. لو نكلم على دوري أبطال أفريقيا. يبقى بيرمز بيعين. لما بيرمز يغسر من أضعف فريق في مجموعة 2-0. وفرقة بتلعب عشرة. يبقى فيه معاناة ويبقى ممكن أن يتقل عليها أزمة. أنا بكلم على مستوى المقارنة يعني. مش بقصد أن أنا لكن يعني. أنا 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 أنا. أنا الندي الآلي هو الندي الآلي. يعني. مش عايز أقرنه بفرقة تانية. يبقى الوداد. مش بيعاني. ده الوداد. يعني. 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 في كارثة. مهزة. يعني. يعني. تمو ده بيزبق كلامنا. أن ما فيش اللعبة. الاستقرار والثبات على القمة لكل الفرق في العالم ما بتثبتش. هتلاقي فرق وبتجي لها فترة تنزل. وفرقة تانية تردها. تزور طب مستوى التموحات كابتن فاتحي برضو. عشان نبقى منطقين. جمهور الأهلي. الطبيعي بتاعه. الطبيعي بتاعه. طموحاته هي. هي. أيها. المنصة. هي التتويج. بلس. 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 إنه مع. مع. الطموحات دي. اللي هي العادية الطبيعية مع أي مدرب ومع أي جيل. جالي مدير فني السنة اللي فاتت جاب العالمة الكاملة. واللعيبة معايا على المستوى الفردي والجماعي كلها تطورت. كله مستوى تطور. والسنة دي. الإدارة دعمت بصفقتين على الأقل من العارة تقيل. يعني إمام ورضا. الناس كلها مبسوطة بيهم جد. تمام. مد استعلمت استفهامه لسه الدنيا مش واضحة بالنسبة له. لكن على الأقل إمام ورضا كواليتي وايز ما حدش يشكك فيهم. فبالتالي حظ رضا برضو عندنا الإصابة اللي حصلت لها. وقبل كده برضو ما حصلت لها إصابة. دي برضو بتعطن. لكن أنا بقول أن جمهور النادي الأهلي ما يعرفش غير الفوز. ما يعرفش غير بطولات. بدليل. شوف أنت بقى كنت نفسي تعمل لي إحصائيات بالبطولات بتاعة النادي الأهلي. عشاء هي دي الأرقام اللي هي بتقول اللعيبة أو الجمهور تشبع بده. لأن كل أب عنده ابن الابن بيقول له ليه يا بابا بتشجع لأنه إحنا كسبنا بطولات قد إيه. فعاوز يكسب. والابن بيرجع تاني يكبر. وبعد من بيجوز بيجيب عنده أولاق بيكبره. فجمهور الأهلي متشبع وحاضر للبطولات. البطولات دي هي اللي تدي له الأكسجين والدوافع. وأنه هو أي مورا عارف أنه حكسبها. لأنه هو النادي الأهلي عوضوا على كده. عوضوا على كده. بس كرة القدم في الألفية الجديدة دي غير كرة القدم سابقا. كرة القدم في آخر عشر سنين. يمكن عشان ضغط الجمهور بقى مختلف شوية. يعني ممكن اللعيبة دي تبقى بقى لها أربع سنين. يعني موسمان يجي فترة من فترات قال لك أنا مش قادر أتحمل الضغط. يعني أنا جبت بطولة أفريقيا مرتين وعرة بعد وجبت اتنين برونزية لمكاسر عالم. أنا فاهم. فيه حد يقول لك لا أنا ما قدرش عايش في الحياة دي باستمرار. أنت بتكلم على مدير فني يشتغل موسمين أو موسم ونص. بالضبط. اللعيبة دي بقى لها أربع سنين بتهري وبتلعب في كل حتى في الدنيا. ما دي اللي احنا فصصناه صح. وأن الجمهور ما يعرفش غير المكسب. يا حضرات أنا لازم أكسب. الجمهور لازم نزلي لازم تكسب. فإحنا عندنا مشكلة. إيه هي المشكلة إحنا حللناها. إحنا قلنا الضغوط الكتير والدوافع الكتير. دوافع لكل بطولة. في كذا بطولة. زي الكمبيوتر لما السلوك بتخش ببعضها بيهنج. مش بولك الكمبيوتر بيهنج كده. هم مهنيجين. ايه. طب ما معلش. معلش أنا هقول يعني بوجهة نارزة تانية. طب ما السيتي اللي هو عظم فريق في الدنيا بقاله 3 سنين. لسه جاب الشامبيونس دي جاء أول مرة في تاريخه. في السنة اللي فاتت. بقى عظم مدارب في الدنيا. بقى عظم جيل بيلعب كرة حالان في الوقت الحالي. طب ما منشيستر يونايتد بقاله. مش عارف كم سنة. 15 سنة مثلا. غايبة عن التتويق بأي بطول. طب ما تشيلسي اللي بيصرف في السنة الواحدة في السيزن الواحد مليار دولار. مش عارف يجيب. طب برشلونة اللي كان تيكي تاكا وأهم أجمل كرة تقدمت في العشرين سنة والتلاتين سنة الأخيرة. راح بقيد جدا على البطولات. وجماهير بتقبل ده. يعني لأن فاهمني يا كتفاتحي. لا الجماهير هناك غير. هناك جماهير بتشجع. لكن هنا بتعشق. عاشقة للنادي الأهلي. جزء منها النادي الأهلي. بتحب النادي الأهلي. أما الجمهور اللي بيشجع كرة حلوة. وإحنا كسبنا. وشغل الكلام ده كله. ولا في الثقافة عندنا شوية ماحتاجها تتغير كتفاتحي. لا طبعا الثقافة أسيس. يعني أساسا الثقافة مش عايزة غلط يعني نقول له في الجمهور. لكن الجمهور ما يعرفش غير الفوز. ثقافته إن أنا أسيب مباراة. طب بعيدا عن الأهلي. شايف إنه الحالة العامة. ارتباط الأندية المصرية بأجندة صعبة. وأهمها طبعا الأهلي. بما إنه القوامل أكبر والأساسي من المنتخب والأهلي. ده مؤشر أو يعني إجرس إنزار قبل لما نروح لبطولة أفريقيا. طبعا بتكلم على إيه شهر. شهر وشوية. مايو يعني. لا أتكلم على دوري أبطولة أمم أفريقيا 13 يناير. هذا في يناير. يناير. 13 يناير. في يناير. طبعا إحنا يعني خلاص يعني على بعض ما فيش. شهر وكام يوم. حالة الارتباك دي تأثر على مشوار فيتوريا. قصة تانية عايزة فيتوريا يخطهم ويحضرهم لدوافع تانية خالص غير اللي إحنا كنا شغالين بيها. بحاجة تانية خالص. بقى فكار تانية بفكرة تانية بتحضير تاني وكده. هو ده بقى فاللعيب. أنا بقولك اللاعب المصري بيلاقي نفسه عمال الشحن من هنا ومن هنا ومن هنا وعمال بيختلف وكده. فدي بتعمله مش بتعمله خلل. بتعمله يعني ده حاجة داخل الجسم. جهاز العصب يجوا. بتلاقي نفس الدين اللخبات يتمعها. فعايز برضو ياخدهم ويعامل لهم عزل تاني ويرجع تاني إعداد تاني. طبعا أنت حددت الأدوار والمسؤوليات في الأجهزة الفنية على مستوى الأهلي. أنت قلت الدور الرئيسي اللي فيها المارسل كولر وعلى مستوى المنتخب الدور الرئيسي لري فيتوري. لكن من كابتن فتحي للعيبة نفسها. سواء لعيبة منتخب مصر أو لعيبة النادي الأهلي. اللعيب اللي محتاج يفصل ومعندوش وقت ومرتبط بأجندات اللعيب اللي حاسس أنه ناقص أو بعيد ومحتاج يكمل اللي ناقصه ده أو يرجع على مستوى يعمل إيه عشان لازم 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 يريح نفسك واس قوي فترات الراحة بتاعته ياخدها كاملة مش ياخدها بصهر وبتحرك وكده يعني مش عايزين نجهد الجهاز العصبي أكتر من اللازم فإحنا عاوزين ليه أنا هتقول أنت بركز طول الحلقة دي على الجهاز العصبي طب ما هو أنت عندكم العضلات أي عضلة في الجهاز العضلي بتقع بتتعود لك شهرين أو بعد ما تخف منها الجهاز التنفسي بيحصل لك مش عارف خلل في إيه بتروح تاخد لك فترة إيه فده جزء ده دي حاجة محتاجة محتاجة فدي أنا ممكن كلعب بقى أحضر نفسي أنام كويس قوي أتغذى كويس قوي واتمرن كويس قوي مش إن أنا راح من التمرين لأ أتمرن كويس واتغذى كويس ونام كويس لو عمل كده لكن فيه لعيبة عندنا يعني تقعد بقى طول الليل وتلعب في المبايل وكده حتى لو ما بيخرجش يا عبد السهران مثلا على السوشال ميديا لا لا يعني السوشال ميديا دي واحدة من أكتر أنواع الحاجات اللي بقت بتضغط على العصاب مش بس بس بكلم على لعبة الكرة على الدنيا كلها يعني بقى وباء الحقيق كنا نقول للعيبة فيه ساعات تمر بيك مرة واحدة في اليوم الساعة 12 تشوفها الظهر بس صحيح لكن ما تشوفهاش بالليل ليه لأنك هكون نايم الساعة 11 تشوفها الصبح لكن ما تشوفهاش بالليل برضو تفضل كده الساعة 10 هماشي هتشوفها مرتين بتبسمع على المديرين كرة منهم كابتن سابط الله يرحمه بعد الساعة 10 بالليل بيبعارف كل لعيب موجود فين مين بر بيته مين جوا بيته مين موجود مع مين أو مين بيعمل ايه الساعة 10 ده كان معاد مقدس اليوم بيخلص فيه بالنسبة لعيبة طبعا معروف ومعروفين أن هم موجودين فين ونايمين ازاي ونام الساعة كام وتصحى الساعة كام وتبدأ الساعة كام يعني صحيح دي حاجة كتيرة لابد اللعب يبقى بيشتغل على نفسه ويحضر نفسه للمدير المدير مش هعمل كل حاجة كل التركيز على مطش الجمعة ان شاء الله آخر المطبات الصعبة وأعتقد أن الفرصة أو الفترة المتاحة بين المباراة شباب له ازداد وبين كاس العالم لأن دي فرصة كافية جدا أن احنا نعمل للريستارت اللي كان بيتكلم عليه نريح الشدة التوتر الضغط العصبي نرجع الحسابات نريستارت ونجدد الدوافع من جديد بإذن الله الأهل يكون على بداية مشوار كاس العالم في أفضل حالاته أو على الأقل تدريجيا زي ما قال كابتن فتحي تبقى بداية جيدة ثم ارتفع المستوى تدريجيا بشكرا كابتن فتحي شرفتنا ونورتنا أنا بشكرا كان نفسي تتكلم معك في موضوعات كتير بس يعني أكيد هتشرفنا تالي نسعد بك دائما إن شاء الله وبرضو بنكرر في نهاية كل حلقة دعوتنا لأخواتنا وأهلنا في غزة وفرسطين إن شاء الله بإذن الله ربنا ينصرهم إن شاء الله ويتحل أهليهم معدلة السلامة بأمر الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شكرا كبير لكابتن فتحي نصير على وجوده معنا استمتع به دايما وقراءه وبتحليلاته شكرا لحضراتكم على المتابعة تحياتي ليكم مع حلقة جديدة إن شاء الله نقابلكم بعد إن شاء الله من حقق فهو تعالى شباب بلوز داد